هنا اجتمع أكثر من 70 طالبا وطالبا من الموهوبين ليخضعوا لمحاضرات وبرامج علمية تساهم في تأهيلهم وتنمية مواهبهم في مجالات عدة حيث تم استضافتهم في مبنى تهيرة الطيران المدني الذي سيقدم لهم حلقة عمل حول أساسيات الملاحة الجوية والمراقبة والطاقة المتجددة تم إقامة أو تنفيذ هذا البرنامج الصيفي للطالب الموهوبين بهدف تنمية مهارات الطالب الموهوبين لموجودين معنا في المحافظة وأيضا لتعزيز الشراكة المجتمعية بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة اللي رح تكون رافض قوي بالنسبة للبرامج النوعية الخصوصية اللي احنا نحتاجها في الفريق اللامركزي لبرامج طالب الموهوبين بتعليمية ظفار البرنامج الصيفي لطالبة الموهوبين يتضمن أيضا تطبيقات عملية في مجالات الذكاء الاصطناعي باستخدام لغة بايثون وأساسيات أعداد البرامج لذاعيتي والتلفزيونية بالإضافة إلى العمليات التشغيريتي في مجالات النفط والغاز وريادات الأعمال قدمت ورشة في الذكاء الاصطناعي والبيثون لأن الذكاء الاصطناعي أصبح الحين الصيحة أو الترند الماشي في العالم تقديم هذه المعرفة للطلاب ويكسابهم مهارات مش مهارات معرفة نظرية بل تطبيقية يعد من الأشياء اللي يفترض أن المهارة يكتسبها الطالبة مثل هذه الجهود المباركة نسعى يورث هذا فينا حس المسؤولية فنسعى إلى بذل المزيد من القهد بإذن الله فإن شاء الله من هذه الورشات وهذه المشروعات بإذن الله نواقه مثل هذه التحديات بإذن الله قدمت حفل في البرنامج الصيفي للمواهب ومن خلاله نمي مهاراتي وتاحات لي فرصة للاختيار في المستقبل وأشكر القائمين على هذا البرنامج بفضلهم تم اكتشاف مواهب ورعايتها أشكر وزارة التربية والتعليم لأنها قامت بمثل هذه البرامج التي تهدف إلى سق المواهب والمهارات الشخصية لنا كطلب موهوبين ويعد البرنامج الصيفي هذا أحد مراحل استراتيجية اكتشاف الطلب الموهوبين ورعايدهم في التعليم المدرسي والتي ستدشن قريبا يهدف البرامج الصيفي للطلب الموهوبين بتعليمية ظفار إلى إكساب الطلبة مختلف المهارات والابتكارات في مختلف المجالات قاسم بن محمد البرعمي ولاية صلالة محافظة ظفار